شهدت دار المسنين بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة زيادة عدد الغرف إلى 64 غرفة ليزيد عدد نزلاء إلى ما يقرب من 20% وتأتي هذه الخطوة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهضف الارتقاء بحياة المواطنين قبرة الزمان ودفء القلوب الطيبة تكتمع هنا صدفة وقدرا يستغلون أوقاتهم في دار المسنين بعدد من الأنشطة المختلفة الرياضية والترفيهية والثقافية ليشهدوا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدار بعد بنائها وتطويرها وتحديسها يعني قدوم الرئيس يريه تيجي كل شهر يريه رغم مشاغلة صعبة اللي هو فيها والحياة السياسية والعالم اللي هو داير فيه بس يبتكر دار المسنين دي حاجة كبيرة عاوزه ربنا يكرمه ويضيه الصحة وبقرية الأبعدية بمحافظة البحيرة على مساحة 800 متر مربع تم زيادة عدد غرف دار المسنين إلى 64 غرفة ليزيد عدد النزلاء ما يقرب من 20% بالإضافة لتجديد وتحديث لغرف النوم وأجهزة العلاج الطبيعي والعيادات الطبية زيارة عظيمة زيارة عظيمة ومستنقينها من زمان ورغم ان احنا متعودين عليها ومش هنا ولكن في أماكن أخرى مبادرات حياة كريمة اللي أسبق بها الرئيس خلقت مجالات عمل وخلقت مجالات للحياة الاجتماعية كتيرة ما كناش منشوفولة بالتلفزيوة وقلنا له عايزين نتلع جال نفسيكوا في ايه التربولي ابتكروني بالدعاية هذه الإنجازات تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي تهدف للارتقاء بحياة المواطنين اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا بالإضافة لبنية تحتية من طرق وتبطين الاترع ومباني خدمية وصحية متنوعة